تعال بقى نروح لملف تاني خالص وهي كانت حاجة غريبة ومفاجأة برضو بيرا مش لينا احنا بس لا ناس كتيرة جدا لان بالامس كان في خروج لمحمد صلاح نجمق ليفر بول طبعا من قائمة المرشحين للانضمام لأفضل فريق في العالم عن عام 2021 ده المقدمة من حاجة اسمها فيفا فيف برو فاي اللي حصل ليه كده رابطة اللاعبين المحترفين الدولية أعلنت بالتعاون مع الفيفا عن 23 لاعب حصلوا على أكبر عدد من الأصوات تمام وهيتم الإعلان عن نتيجها مفروض في حفل الفيفا يوم 17 ديسمبر ده عشان يكشفوا عن كمان الفريق المثالي في العالم طب فين القصة؟ القصة ان اسم صلاح ما كانش في التشكيل المثالي اللي حصل انه طلب يعني كل من الفيفا والفيف برو من لعاب كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم التصويت لصالح أفضل 11 لاعب من وجهة نظرهم على ان هما كمان يتكونوا من الحراس مارمى مدافعون لعبوا وسط مهاجمون والأول مرة بنتكلم من 17 سنة بإجراء فيف برو قامت بتحديث القائمة هنا وتقليص العدد كان 55 لاعب بقوا 23 وعشرين هما كانوا ثلاث حراس مارمى وست مدافعين وست لعاب يخط الوسط وست مهاجمين بس القصة كلها انهام صلاح ما كانش من الأسامي اللي مترشحة فعلا غريبة يعني فعلا غريبة